تدور الأيام وتمر السنوات وتبقى في سجل التاريخ ذكريات وقصص وبطولات البطولات اللي راح نتكلم عنها بهذه الفقرة اللي هي بطولة اتحاد الجمعيات التعاونية هؤلاء الأبطال ماذا قدموا ماذا عملوا كيف تعاونوا شنو سووا أصبحوا ناموا كعدم النوم احتلال الكويت الشعب الحاجة الاحتياج المواد الاحتياط أمور كثيرة شنو تصرفوا شنو جمعوا أنفسهم شنو صار بينهم ذاك الوايكت ما في الموبايلات اللي بذهنك وغيره وكذا لا 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 شنو تصرفوا كيف حلوا هذا الأمر كيف سطاعنوا يوصلون لكل بيت ويعطون احتياجة راح نتكلم وراح نوثق مع أحد الأبطال اللي نسعد ونتشرف بالليقانة معاه وهو رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية أثناء الغزو الصدامي الغاشم الأستاذ عبدالطيف الخرازة شكرا لك على أنك تواجدك معنا حرصت أنك تكون موجود في ظل أنك تعبان الله يمن عليك والصحابة يا رب الله يجعل أخير ومبارك عليك الأعياد وياكم بإيد الاستقلال وإيد التحرير إن شاء الله بإيد الله نتكلم عن هذه الفترة قبل الغزو اجتماعاتكم العادية اتحاد الجمعيات الأربعة الخميس غزو ماذا سويتم؟ أعوذ بالله مشيطة رجيب بسم الله الرحمن الرحيم أول أيام الغزو حقيقة أنا كنت مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية أساسا ولما حدث الغزو الصدامي أنا الحقيقة يوم الخميس اتحاقت بالاتحاد من أول يعني الأشخاص بالاتحاد يوم الخميس أنت بالاتحاد موجود؟ بالاتحاد على طول مخلي بيتك مخلي عيالك على طول أول ما عرفت لي ليش؟ لأن الحقيقة بالنسبة للاتحاد الجمعيات التعاونية هو القذاء الوحيد اللي اعتمد عليه المصدر مصدر الغذاء حقيقة الكويت نعم والحكومة ممقصرة ترى على فكرة في ثلاث جهات يعني أمن غذاء إلى البلد شركة مطاحة الدقيق الكويتية وشركة تموين واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعياتها نعم وجدت الموظفين كلهم في حالة يرثى لها فطلبت منهم يعني أنه كل واحد يروع على مكتبه ويذكر الله وإن شاء الله الأمور تنفرج الموظفين كويتين مقيمين غير كويتين قال بي غير كويتين حقيقة في اتحاد الجمعيات ذي كل أيام يعني اتسألت بالأخ رئيس اتحاد الجمعيات عدة مرات ما كان يجاوبني وهذا شيء اختياري بالنسبة للشخص أن يبقى يتحقب عمله أو يترك يعني نعم والحق صارت المسؤولية مباشرة معي أنا فأول شيء كان الشيء اللي يفكر فيه أن نأمل مخازننا بأي شكل من الأشكال عندنا مخازننا في شركة جم شركة السوق الخضار يعني سوق الخضار رئيسي جم شركة مخازن اتحاد الجمعيات التعاني الغذائية الغذائية بالذات هناك عبارة عشل وطحين لا لا المواد الغذائية تامة يعني مبردة ومجمدة والأشياء هذه إلى آخر والدولة هي الحقيقات متحملة إجراء المخازن وعندنا مخازن أخرى في إصليبية يعني في أكبر مركز تعبي وتقليف للمواد الغذائية موجود فيها فيها 24 سيارة توزيع الجمعيات التعاونية جدد مورسيدس وفيها مواد استهلاكية أخرى يعني مواد غذائية مواد استهلاكية أكل نيكس ومحارب مرق والأشياء هذه متنوعة وين كان الاتحاد موقع في فترة عبدالله السالم كان الاتحاد ضاحت عبدالله السالم ضاحت عبدالله السالم فأول عرفت ما الذي يتوفر عندك طالع عمرو ما الذي يوجد معروف نحن مخازن ما الذي يوجد فيها بالإضافة للجمعيات التعاونية والاستهلاكية أول تصرف أول قرار التختى أول قرار التختى أن الحقيقة يعني الموجودين يعني مع ثقتنا فيهم لكن الواحد لازم يكون يعني الوضع الآن ما فيه مجاملة يعني وضع بلد وشعب نعم فأول إجراءة تختى اتصلت في المخازن اللي هو اللي فيها مخازننا في التبريد نعم والتجميد فأتصلت فيهم وقلت ألقوا رئيس القسم لأنه كان عراقي الجنسية ونائبة كان فلسطيني والثالث المساعد مصري أنا أعز وأحترمهم لكن هذا إجراء لازم التبغى أمام دولة لأن هذا أمن شعب تمام له وهو قد يترك العمل بأي لحظة من لحظة واجتمعت مع الموضوع طبعا ألقيتهم وبعت فاكس لهم أنه تلقي اعتماد الموافو على تصرف المواد الغذائية من المخازن إلا بتوقيعنا شخصيا كيف عرفت المرح يأخذون برايك هناك أو يأخذون بقرارك يعني أنت بعثت بالفاكس منها فعثت بالفاكس بس كيف أنت لا أنا كلمتهم شخصيا بالأول فكلمت أن وثق بكلامك وأخذ بكلامك يعني أنا الشخص المسؤول في الاتحاد في الاتحاد لكن الجهة اللي بعثت لها الفاكس نحن أمني مخازنة عندهم نعم يعني مؤجرة أنعال التعاون يعني كان أيضا هو ممكن يكون في حل من هذا التعاون معك لا لا إن شاء الله ناس شروع من البناء الكويت يعني كلهم الشباب عارفين عارفين أكويتين نعم ملكية الاتحاد هذه المواد الغذائية الموجودة المبردة والمجمدة ملكية الاتحاد أساسا فاتصلت فيهم ألقيت الأشخاص أنا شخصيا عندي المخازن الثاني اللي في المنطقة الصناعية فيها أكبر مركز تعبية ذكرت لك أكبر مركب تعزية يعني أقصد أكبر مركز يعني تخزين تخزين يعني موات استهلاكية موجودة وفيها 24 سيارة مورسدس وفيها موات استهلاكية كيف تم التوزيع شعن عرفت الاحتياجات لا الاحتياجات اليومية عارفينها من الجمعات التعاونية نحن نضخ الجمعات التعاونية ما كانت كلها شقال كانت كلها شقال جمعات التعاونية نطلق الغزو عفو نحن لم نصل للمرحل نحن أول يوم هذا نتكلم عن أول يوم خميل نعم أول يوم فطبعا ألقيت ناكل أحمد شمس الدين الله يتكره بالخير كان أمين مخازن فقلت لتأجين يوم إن شاء الله السبت وإذا حبت تترك اللي نقدر نعطيك إياه وإذا تقعد معانا أنت أخ بس المخازن استرى لما فرح واخد من الأخوان أبو ذياف الخليل حتى يكون معانا المشاهد أن في تلك الفترة عام تسعين أن الخميس والجمعة كان إجازة نعم كان إجازة يوم الخميس ويوم الجمعة في يوم الخميس أنت التحقت على طول مباشرة في ظل أول كان عندنا دوام يوم الخميس أنت كدوام اتحاد كدوام فأبو ذياف فلاح 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 خيمان خرينج كان أمين المخازن مراقب المخازن فطلبت مننا إذا هو يترك نعين واحد ثاني فقال أنت مادام أخي عمد لطيف موجود أنا موجود معاك فلاح فلاح خيمان خرينج له مراقب التخزين والنقل فقال استلم المخازن كلنا ووقع له على أساس يكون مطمئ واجيني يوم السبت وأعطيه المقصوم عندنا فلوس عن الاتحاد فهنا أنا مخازن التبريد الحمد الله الأخوان أخذوا بكتابنا ومخازن الثانية فهذه مخازن الآن مؤمنة بإذن الله يعني يديرون شباب كويتيين أشخاص ثقة أنا أثق فيهم الحمد الله الآن يعني كل واحد يروح ينصر في أهلها ويقرر إذا هو يحب يستمر معنا أهلا مسهلا فيه عزيز وغالي إنما اللي يترك نحن اللي نقدر عليه نعطيه من المال نعطيه يعني حقيقة يعني مو غضية ما قسرت عزيزين علي يعني يعتبرون أبنائي يعني ويشتغلون معاي وظرف هذا طارق لهم لكن حضرتك كنت مقرر أنك تبق أي يعني خلاص هذا الغرار ما في نقاش يعني ليش لأن إذا راح الاتحاد شون تدار الجمعيات واحد اثنين المخازن نحن فيها المواد المجمدة والمبرد المواد غذائية ومواد أخرى استهلاكية أخرى وسيارات كيف نتركها يعني فهذه لازم نحن نتصرف فيها فالحمد لله شكرا يعني بعد ما أمنت الوضع وهو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا تقول لنا بطولة بطولية أو شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى إنما العمال بالنيات ولكل أمر إما ناوى فهذه نيتنا الحمدة ومشينا عليها اللي حصلت لعمرك أنه استمرنا في يوم السبت دوام كان رسمي فالحق أنا جيت الاتحاد أول واحد لأن المفاتيح صارت معاي يعني ما تركت أموال في عقود في أشياء من هنا فكنت محتفظ فيها في يوم السبت طبعا اللي حب يمشي عطينا المغسوم نعم الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وقلنا إن شاء الله الكويت رح تتحرر نعم وحن نرحب فيك بعد إذا بقيت ترجح إياك الله نعم في يوم الاثنين بدأ الاتحاد يضخ السلة على الجمعية التعاونية عشان الجمعية التعاونية يعرف أن ما توقف الاتحاد قاعد يشتغل قاعد يشتغل زمام الأمور موجودة معه وصار التصال من الأخوان في كثير من الأخوان ترك هذا شيء خاص فيه راجع له فلصرت الضخون وتغذير الجمعية التعاونية صارت الجمعية تطلب منه بس حنا يوم السبت بالذات رحنا نوزع الجمعيات بدون أي طلب من عندهم بس بواتير حنا وزعناها الجمعيات وبلغناه من الاتحاد في زمام يعني قاعد السمر عندي نقاط كثيرة وانا الوقت جدا قاعد يزاحمني ما تعرضت إلى إزعاج ما تعرضت إلى اعتقال ما تعرضت إلى أحد منعك من بيتك أنك تتروح منعك من الاتحاد لا الحق بالنسبة لأنا يعني متسر الأمور لكن اللي حصل أنه أول أسبوع اللي دشهوا العراقين فيه كان قوات قوات ثاني أسبوع جاء وكيل وزارة التجارة العراقي ومعها ثنين حماية وواحد من الحزب يعني هو ما يثغم بواحد حزبي موجود معاه نعم بعثي وراحهم شركة مطاحة الدقيق الكويتية ونتقوا بالله الصقر اللي هو رئيس من سليدارة وتكلموا معاه وبلغوا يسألون اتحاد الجمعية التعاونية رغم أنهم العراقيين كانوا قبل الغزو كانوا يلفون على الجمعيات التعاونية وكذلك وزارات الدولة وشركات قطاع النفط يعني كان عندهم معلومات وافية إلى آخر فبلغوا الأخوان هناك في مطاحة الدقيق ومخام السكويتية قالوا أنه يسألون أنك تحب تشوفهم ولا بتروح قلت لأ حيا حياهم الله فجاءوا عندي واجتماع تانوية هم قلت لأحنا بالنسبة لأحنا جمعيات تعاونية استهلاكية رؤوسا مالها للمواطنين مولا لأحنا ولا للدولة أحنا العوسو أنتوا أي شنو نقدر نساعدكم نتفاهم معاكم في هذا قال لابد أحنا الحق يعني جاي نطمنكم أنكم نديرون عملكم وإن شاء الله ما كل الخير استمرت طال عمرك بالعمل لفترة التحرير أنا أي وكانت الأغذية منين توصلكم نعم إذا صار عندكم نقص منين توفرونا لا من التجار موجودة التجار كانت تبول في تجار موجودة وحنا الحق اشترطنا على التجار يعني وقلنا أنحنا سعارنا 2 ثمانية اللي بيتعاون معنا حنا أهل وسلام في نتبع لفلوس والآخر وكان تجار عراقيين تقصد لا 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 التجار كويتية موجودين وأغلبهم للأسف الشديد كان يعني مستثمرين رخص تجارية وكذا يعني للأسف يعني وجنسيات فلسطينية نعم لكن كان فترة الغز ويمولون الكويت يعني يدخلون الأكل لأنه موجود 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 المخازن كفتكم يعني المخازن يعني التجار الكويتية موجود ومخازنهم موجودة زين فصار يبيعين في بعضهم باع العراقيين في بعضهم ما باع ختاما أستاذ أبدالطيف أصعب موقف مر عليك أنا الحقيقة يعني لما صار الوضع الشكل على طول صار يعني أنا ما عندي القرار يعني أن أتصرف أشوف في رأي حكومتي فصار الاتصال في محمد عبد الرحمن تركية جار لي وقلت لأي الحقيقة جون العراقيين وناقشوا مع الموضوع وبيجوني يوم السبت وأنا أبيك تروح لمهندس الشيخ صباح ناس تعود صباح الله يرحمه في صحيح جناته من خيرة الناس اللي وكانوا موقفهم طيبا من الأول يوم فقلت له إنه نبي اتصال في الشيخ سعد العبد الله لأنه رئيس مجرد وزراء فأنا نأخذ راية يعني في الموضوع إنه هل نستمر هل نعلى تم استعداد استمرار هل نترك بنوزع المخزون عندنا ونطلع فالحقيقة كان جواب الشيخ قال هذا شي طيب منكم ولكن يا أخي عبداللطيف يجب أن تستمر أنتو زملاك لأن هذا يعني بالنسبة لنا حنا الكويت مهم جدا موجود الكويتين هذا من ناحية من ناحية ثانية أنتو عندكم مخازنكم وحنا أي شيء تحتاجونه حنا حاضرين فيه يعني ورح يجي مندوبي زينا على أساس احتياجاتكم المالية يسترفها وكان مندوب الشيخ سعد وقال يا عبداللطيف ترى أمانة يعني الكويت يعني أنا اعتمد عليك إن شاء الله ولا تترك أبناء الكويت فقلت أنا الحمد لله يعني أنا أبنى الكويت ورح يستمر إن شاء الله في عملي في أبناء فقال خلاص أن إن شاء الله احتياجاتكم المالية وكذا وإلى آخر رح يتجي عن طريق الشيخ علي الشيخ علي نعم فالحمد لله يعني فصار في موافقة من القيادة السياسية والأموال كانت توصلكم عشان تشترون هذه البضائع أي طبعا حنا حددنا سعرنا 2 ثمانية اللي بيتعامل معانا أهلا وسهلا وكان حدنا التجار يعني مع الشيخ على الأساس إنه إذا يريد فلوس نقدية يعني فعلا نفسي أن نعتمد الفاتور يأخذ نقدية لكن إذا عندنا حسابات خارج الكويت يعطينا رغم الحساب ونبأ